تحية طيبائه الأوفياء أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الجديد لقاء من العنوان ربما تتعرفون على الموضوع وفيه قراءة فيما يحدث في فرنسا في البداية نترحم على روح الطفل ولم أقول حتى الشاب نائل رحمه الله 17 عاماً يقتل بدم بارد تعازنا لأسرته لجدته لوالدته لوالده لأهله لأبناء شعبه سواء في فرنسا أو حتى في الجزائر إن الله إن إليه راجعون ليس الحادث الأول ولن يكون الأخير تعلمون بأن هناك مد جارف للأسف للعنصرية الذي يشتاحه ليس فقط أوروبا ولكن كان قبل ذلك انتذكرتم في فرنسا مع جورج فلويد أو في الولايات المتحدة وما أثاره من صخط شعبي وكانت مسيرات وتخريب للممتلكات إلى غير ذلك فرنسا عاشت على مدى أيام على سفيح ساخن خرجت عن السيطرة مسيرات في أغلب المدن الفرنسية أعمال تخريبية سرقة للممتلكات العامة والخاصة إحراق للسيارات ومواجهات مع رجال الأمن في الشوارع الفرنسية ما استدعى تدخل عاجل من وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية الفرنسية بإنزال عسكري وأمني كبير وكبير جدا 45 ألف جندي وضابط ومسؤول الأمني كانوا في الشوارع الفرنسية ولكن ليلة أمس كانت ليلة لن أقول هادئة ولكن انخفض فيها الغضب الشعبي الذي تعيشه فرنسا من يشارك في هذه المسيرات هل هي ظاهرة صحية أم سلبية هل نحن مع أم ضد العنصرية مبرر لأعمال تخريبية نجموعة من الأسئلة التي تطرح اليوم ولكن هناك إجابات قبل أن نجيب لمن لم يتابع قصة نائل رحمه الله لم يعرف التفاصيل لم يعرف الحكم القضائي الأولي ويريد أن يتعرف حتى على الواقع المعاش هناك وماذا تقول وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية الوضعية التي تعيشها فرنسا وهل فقط العنصرية هي من حركت من يتظاهر اليوم في المدن الفرنسية مجموعة من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها بعجالة ولكن قبل ذلك دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن كيفية اغتيال أو قتل الطفل نائل سنحاول الإعلام المحلية سنحاول سنحاول في مجل intriguing سنحاول الإعلام المحلية المحلية philosophية من الأسئلة المحلية الفرنسية التي محلية منة إلى إثناء المحلية أخذ من أجل العقراء سنحاولي سنجادة لكن يشعر في البزر. يجب أن يشعر في أحراره. المخطر يشعر في خلفي أسرائه. يجب أن يتسجح في حلقه. كي يجب أن يكون هناك. المخطر أحراره أنه يتفع في حلقه. أسرائه ممر قبله قليلاً. يسعر السبب في حلقه. ما ذلك يتفعى؟ جميل نكتفي بعد القدر لم يتم إجاد أي سلاح طريقة التي تم التعامل بها يعني الطفل بين قوسين سنوشاهد أيضا تقرير حوله وعاشق الميكانيك للسيارات سبعة عشر عاما لم يبلغ سيارة مستأجرة معه صديقه دار دوره في الحي أو في الضحية حد واحي باريس أين يسكن أوقفته الشرطة صديقه يعني روى القصة وخرج فيما بعد وما كان يعني ربما مدمرا وناسفا لرواية الشرطة الفرنسية لأنه بشكل عام مؤسسة أمنية ستحاول التستر بعد جريمة من هذا النوع على أحد أفرادها ولكن كان هناك أكثر من فيديو تم تسريبه على مستوى منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي أي رواية سيكون فيها بأنه قام بالدفاع عن نفس أنه كان تحت التهديد أن مثلا نائل لا قدر الله كان يحمل سلاح إلى غير ذلك تم نصفها من خلال الفيديوهات التي تم نشرها ثم خرج صديقه الذي كان معه في السيارة وقدم الرواية وقال لأنه تم إيقاف نائل تحدث معه الشرطي أمره بالخروج بعد أن تم الضربه فقد السيطرة على السيارة فاندفعت دخلت في الحائق وكان ذلك بعد أن تم توجيه رصاصة قاتلة لجسد هذا الطفل اليوم العنصرية متجسدة مؤسساتية ليس أنا من أقول لوموند الصحيفة الفرنسية الشهيرة تقول بالفعل أن هناك عنصرية مؤسساتية ليست متعلقة بفرد مثلا في الأمن فقط طبيعة المجتمع الفرنسي تساعد على ذلك فرنسا كغيرها من دول العالم قد تكون لديها نسبة أكبر بلاد للمهاجرين حتى الاقتصاد الفرنسي والنهضة الفرنسية ساهم وساعد فيها هؤلاء المهاجرين من أصول شمال أفريقية أو من أصول عربية أو من أصول آسيوية أو كل ما تشاء من هو مهاجر في فرنسا اليوم صحيح هناك قوانين تؤثر هناك جيل رابع وجيل خامس من أبناء المهاجرين ولكن يعيشون في الدولة يحترمون قوانينها ليس الجميع طبعا وسنعود لنتحدث عن الخروقات وعن أيضا نوعية بعض الأشخاص الذين لا يبالون بأي قانون ويستغلون بعض الحريات للاعتداء على حريات الآخرين وهذا أمر واقع ليس فيه نقد ولكن حدثتنا اليوم فتحت باب النقاش حول موضوع آخر هو الضواحي الضواحي الآن توصف بالقنبلة الموقوطة والتالي هناك كثر ممن غضبوا وخرجوا ولا نجد هنا المبررات بدأوا بإحراق المحلات وسرقة الممتلكات غضبين من الوضعية حتى الهشة على مستوى الاقتصادي والمستوى المعيشي لأن التنمية قد تكون ونقولها دائما يعني حين يكون هناك انتقادات مثلا على مستوى التنمية في المغرب يقول شخصك العروس الخاتم ممولايك نقولهم لا لمن لم يتجول ويغادر الحدود فإن دول أوروبية وعالمية غربية متحضرة قد تظهر لك بأنها جنة النعيم ولكن إن زرتها في الهوامش ستجد بأنها تفتقر حتى لأبسط مقاومات الحياة هذا أمر طبيعي جدا ودول غنية وثرية بموارد طاقية هي الأخرى ستجدها بأنها في بعض مناطقها تفتقد لأبسط متطلبات الحياة فلا توجد هناك مدينة فاضلة لا يوجد هناك جنة النعيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى لا يوجد مكان على الأرض في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أخوة اقتصادات العالمية هناك الهوملس هناك المشردين فبالتالي الاقتصاد الفرنسي الذي ضرب بأزمات عدة وزادت جائحة كورونا الطينابيلا أثر أيضا على المستوى المعيشي وزاد من نسب البطالة وفرنسا اليوم لديها أكثر مما تنتجه من الناتج الوطني الخام ديون النسبة تجاوزت 100% من الديون يعني شنوك تدخل فرنسا ماديا أزيدها قد هوا أكثر ديون ونعلم كيف تنغصت ولاية ماكرون الأولى بعد فشله في صفقة الغواصات كانت صفقة تبلغ مع أستراليا ربما 70 مليار دولار وما يزيد كانت ستنعش الصناع العسكري الفرنسي وستنعش الاقتصاد الفرنسي ما بغيش نخرج من الموضوع دائما نحاول أن نرصب ما حدث من هو نائل ووصلنا الآن لرسالة من والدته والدتي التي كانت قد طالبت بأن يكون هناك يعني مسيرة صامتة محذر محذر ما سواء محذر نحاول 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 لا أعرف كيف ستعرف كذلك ستعرف لا أعرف أليس لا أحتاج إلى أعرف من أخي أحبا يجب أن يتعرفين مرحبا يقول لقد أحبا نحن نخرج مرحبا و أجلت أعطيه لقد أعطيه 20€ وقاله سألت مجدد وأنت مجدد أحبا 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 ثم أتداد أننا نقوم بحي كل مرحبا ترجمة نانسي قنقر الانساني. ربما اي شخص في العالم كامل مش غير فرنسا يفكر ان يقتال روح بريئة. سبعتاشر عام يعني ما. ما عندك مطلة استقلية تقول مافيوزي كي بيع المخدرات يتاجر بالاسلحة. سبعتاشر عام. دازالها يحيى الطفولة. يعني وتفكر في قتله. هذا الشرط الذي لديه ابن ايضا. فهذه قذارة. وهناك قذارة اخرى من نوع اخر. انه احد المهاجرين يعني اصله من مصر. فتح حساب لجمع التبرعات ليس لنائل. لقاتل نائل. ووصل لأكثر من خمسمائة الف يورو. هذا مهاجر من دولة عربية افريقية. وقام بهذا التصرف. في رد على ماذا. على ما قام به ذلك الشرطي. يعني في تأهيد. هذه القذارة. وهذه الحقارة. وهذه ايضا الاحاسيس التي تخالج تيار كبير جدا من المتطرفين. لان التطرف والتسامح والاعتدال لا يلتقيان. وهناك من يشعر بان الجمهورية الفرنسية مهددة. وهناك من يمقت المهاجرين. وهذا الاحساس مع الظروف الاقتصادية الصعبة. مع تكريس الطبقية. بكل ما تحمل الكلمة. بمعنى الحقد على الاخر الذي يركب سيارة من نوع كذا. ويسكن في منطقة كذا. ولديه مسكن شاسع المساحة. وابنائه يتعلمون في افضل مدارس والجامعات. تبنى الطبقية ويبنى الحقد من خلال مثل هذه الممارسات. وهذه تولد يعني عنف من طرفين. الطرف الذي يجد نفسه بانه مهدد على مستوى المعيشي والقيمة الاجتماعية التي لديه. من طرف ذلك الفقير. وذلك الفقير الذي يعيش في وضعية هشة. ينظر اليه على انه فاسد مفسد. واكما امواله على ظهر الطبقة الكاذحة. وهو من يعيش والاخرون يموتون بصمت. ولكن حين تكون مثل هذه العمليات التي يدب ضحيتها طفل لا ناقة له ولا جمل. لا ذنب له في كل هذه التيارات المتصارعة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. تحضر الرزانة ويحضر العقل. والعقل يتطلب ان يكون هناك تصرفات محسوبة. لكي لا نعزز تلك الاحقاد التي تخالج نفوس الناس خاصة فئة الشباب. واليوم شاهدنا فرنسا يعني على لسان وزير الداخلية او وزير العدل يحدثون الابع والامهات على انكم ستكونون مسؤولون عن ابنائكم القاصرين. لانه بالفعل من شاهد مظاهر المظاهرات سيشاهد بان الاغلبية من القاصرين. اطفال قصر. وكأن بهم يريدون ان يوصلون صوت ما. بغض النظر عن التصرفات التي هي مرفوضة. الاساءة الاعتداء على الممتلكات. لا تقبلها الشرائع على السماوية ولا حتى القوانين المدنية التي تنظم حياة الناس. وبالتالي قالوا لهم بان العقوبة ستكون سنتين. وغرامة مالية قد تتجاوز ثلاثين الف يورو. ستفرض على على هؤلاء. آآ الاباء الذين يتركون ابنائهم. وربما شاهدنا احد فيديوهات يعني اب يخرج ابنهم المظاهر ويضعه في صندوق السيارة ويمضي قدوما. اليوم هذه المشكلة انترسخت في عقول من يخرج. ومن يخرج صدقوني. مش غي جزائريين فقط. لكن هناك جنسيات اخرى من المنطقة المغاربية او حتى الافارقة. ولقد شاهدناهم. وربما كان هناك فيلم قد اثار ضجة كبيرة خرجها السنة الماضية من انتاج نتفلكس. اثنا. يتحدث عن نفس القصة. ولكن في بعض المشاهد التي كانت في الفيلم مشاهد محزنة دامية. ان الاخ الذي يعمل في الشرطة وقتل شقيقه الاصغر ايدير. كان اسمه ايدير. اراد ان يمنع شقيقه الاوسط من ان يقوم بعمليات انتقامية. وهو ما فعله يشابه تماما ما فعله من انتقم او اعتبر بانه ينتقم لمقتل نائل في فرنسا. قام باحراق مراكز الشرطة والاعتداء على الممتلكات ونهب الاسلحة واطلاق النار واختطاف حتى فرد من افراد الشرطة الفرنسية. هذا ما يقوله الفيلم. الاخ الاكبر الذي فقد بدوره ايدير ولكنه يتحصر على امه المكلومة في المنزل ويقول لاخيه يعني منزيدو شطين باللب. لا منزيدو ان ازمو الوضع لوالدتنا. اخرج من الشارع. لا تقاوم. لا 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 تكسر هيبة النظام. فاستطاع ان يأخذ منه الشرطي المخطوف وانتقل الى منطقة اخرى. في الفيلم ربما بامكانكم متابعته. فجاء هذا الطفل الاوسط لشقيقه اللي هو شرطي ولديه ميداليات وقدم يعني خدمات جليلة للشرطة الفرنسية. فاشعل يعني اذيك الزجاجة اللي فيها كي يكون فيها الوقود وفتيل. قال له يا تعطيني البوليسية غادي انفجرها. في نفس الوقت كانت الشرطة قد جاءت لتحرير ذلك الشرطي الذي هو الان يتواجد مع شقيق الضحية ومأمنه في واحد المنطقة وإلى غير ذلك. الشرطة لم تبالي فقالت للطفل شقيق ادر الذي غدر وقتل. قالت له القي الزجاجة ما بغاش. فطيروا فيه طاحة الزجاجة احرقته فمات. بالاضافة الى الرصاص. فماذا فعل? تحول شقيقه الاكبر الى وحش. يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعكس له في الاتجاه. حتى العنف السياسي الذي يصدر اليوم من اليمين المتطرف ولا يقابله الخطاب. صحيح ميلانشون واليسار نراهم يدافعون. الى غير ذلك الحكومة الفرنسية تعطي تصريحات والقضاء. يعني يعتقل اليوم الجاني والديه تهمة القتل العام. ولكن في نفس الوقت يعني نتابع ونشاهد ان هناك تيار يلفظ قدارات على مستوى الاعلام. وربما ليست هي المرة الاولى. يعني للاسف حتى على مستوى الرئيس ماكرون. حين قال ان الاسلام يعيش ازمة. للاسف ترويج لان المهاجرين عبء. وليس مكسب للدولة الفرنسية للجمهورية الفرنسية. ترويج على ان الفقر والتخلف والجهل والعنف دائما وابدا ما يرتبط بالضواحي. اعطاء صورة نمطية. الخطابات الاعلامية التي تحقر كل شيء. يعني حتى احراق ذلك النكرة الذي هو من اصول عراقية للمصحف في ايام مباركة كعيد الاضحى. كم من شابا اليوم ربما لا يعي قيم الاسلام ولكنه سيأتي لينتقم منه ومن يوليه ومن يناصره باسم الاسلام. هذه الخطابات المنفرة. وحتى ما مهاجرين اليوم حين يشاهدون مجموعة من الصور ومجموعة من اللقاءات التي يرون فيها بانهم يعني لم يصلوا حتى في نظر هؤلاء الى مرحلة العبيد. لا يحظون لا باحترام ولا تقدير. هنا اتحدث عن نخبة في السياسة والاقتصاد التي تحضر في وسائل الاعلام. وتعزز الاسلاموفوبيا وتعزز النظرة العنصرية. وهي ذات العنصرية التي تحدثت عن هالوموند وقالت بانها مؤسسية. هؤلاء يعني حتى هم لعليهم ان يوضع لهم قانون خاص. ليس ضد حرية التعبير ولكن ضد بث السموم والخطابات التي تحف على التطرف. حتى القانون 2017 الذي يجيز استخدام السلاح. هذا القانون يعني دمر. القانون ادى الى مجموعة من المشاكل. وايضا هناك عقليات مختلفة داخل المؤسسات الامنية. هناك ايضا من يتغذى على الشعور بالعنصرية. فبامكانك ان تشاهد منظر ومشهد مشابه قد يكون في مدينة اخرى من مدن فرنسا. هذه هي الاشكالية. يعني لابد من اعادة النظر. هنا نتحدث عن المسئولية. نتحدث عن الواقع الاقتصادي. عن التهميش. عن الواقع السياسي. والتجاذبات. وكيف في الانتخابات الرئاسية. وقلنا مرارا وتكرارا. تحول المهاجرون في فرنسا الى حطة بعملية انتخابية. من طرف لوبين ومن طرف ايريك زيمور ومن طرف اخرون. هذه اشكالية. لذلك ينظرون بتلك الطريقة الى الدولة. ولكن قبل ذلك هناك مسئولية. قبل ان نذهب الى المسئولية الملقاة على من هاجر ابواء او هو او وجد نفسه مهاجرا من اصول غير فرنسية مئة في المئة. كيف يمكن عليه ان يكون بالفعل مواطن حق. ان يدافع عن حقوقه. ولكن ان لا يعتدي على المؤسسات. ولا على حقوق الافراد. ولا حتى على الممتلكات. مش هالتمثيلي ربما نخدم منه عبرة وحكمة. ومن ثم نعود. اشتركوا في القناة. 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 مال! اخذت حيثيك! مكايل! امتعيني! لا يمكنك أن نعرف ما يوجد هناك! سرعة... 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 ماذا؟ 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 اكتفي بهذا القدر يعني فيه رسالة معبرة اللون أو الأصل أو اللهجة لا يبرر أن تكون ضحية محتملة لأي فرد من أفراد الأمن أو مؤسسة قضائية أو مؤسسة عمل إلى غير ذلك اعتدوا عليه القاوة هو الشف اللي جاي عندهم من مركز الشرطة اعتدوا عليه فقط لأنه أسمر البشرة ثلاثة التصرفات العنصرية المقيتة هي التي تولد الأحقاد وليس بالأمر الجديد على فرنسا ما حدث لنقولها بصراحة هناك فشل داخل الدولة في استيعاب هوية وفسيفساء فرنسية خاصة تنطبق على مجموعة من الدول وكن هناك خصوصية لفرنسا كما ونوعا من حيث عبد المهاجرين 2005 حدث نفس الشيء وعلى مدى أسابيع ثلاثة أسابيع ربما أكثر من 21 يوم ومسيرات غضب داخل فرنسا أوكي جاك شيراك استطاع أن يستوعب الوضع وهنا الفرنسيون اليوم يضعون ماكرون في الميزان مثلا مع شيراك وكيف تعامل مع هذه الأحداث ويقولون بأن فرنسا كانت مشتعلة ورئيس الفرنسي كان يستمع لحفلة إلتونجون مثلا ولا يبالي بما يحدث وتعرض لانتقادات لاذعة ويقولون بأن هذا الامتحان الأصعب بعد مسيرات التقاعد والإجليجون وغير ذلك من المسيرات التي أفقدت فرنسا الملايين بل المليارات هذا امتحان صعب فرنسا التي تستقضب أكثر من 80 مليون سائح على الوجهة السياحية الأولى في العالم اليوم بريطانيا وصحفا ومنابرها الإعلامية تحذر من الذهاب إلى فرنسا واليوم السياحة ضربت في عز موسمها امتالي الخسائر بالمليارات الكل خاسر العنصرية مقيتة العنصرية تدمر المجتمعات الإنسانية ولكن دعونا نرى في الجهة المقابلة هل من مبرر أن يكون مثل هذه المسيرات العنيفة؟ طبعا لا طبعا لا أولا لماذا؟ لأنك تضر أنا ضد مسألة نعم أصلك مهاجر ولكنك اليوم لديك أوراق ثبوتية ولديك واجبات ولديك حقوق تضمنها المواطنة التي متعك بها القانون الفرنسي وبالتالي أن تخرج عن السطر وأن تعتدي على مثلا معرض للسيارات صاحبه إكس هل أذاك ذلك صاحب المعرض؟ أو سوبر ماركت؟ أو مولتجاري؟ أو مطعم؟ أو حتى إشارة مرور؟ أو عمود كهرباء في الشارع؟ لا أحد يمنحك الحق بتحطيم كل هذه الممتلكات عما كانت أم خاصة لأنك تحطم جزء من وطنك الذي تحيا فيه حتى استغلال الحريات شيء ما بينها؟ كأنها عنصرية ولكن من يتظاهر اليوم؟ مثلا يعني هناك كثر من يفتخرون على منصات التواصل الاجتماعي من الأشقاء في الجزائر احذروا خطر الجزائر احذروا الجزائريين انغضبوا احذروا 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 لأن فرنسا لا تمنع التجمهر والتظاهر اليوم تخرج مظاهرات هناك مية مظاهرات سلمية هناك مظاهرات تخرج عن السياق وتصبح للتدمير ونشر الفوضى الجزائر تمنع التجمهر منذ 2019 منذ الحراكة الشعبية البلد الأصلي الذي اليوم تريد أن تمر الخطاب بأننا اليوم نحتل فرنسا صدقني بلدك الأصلي يمنع التجمهر للجماعة عدد من الأفراد منذ حراك 2019 وهي ذات الخارجية الجزائرية التي تطالب بحماية الجالية الجزائرية في فرنسا وبنيل حقوق نائل غير منقوصة هذا أمر واقعي ولكنها لم تطالب ولا حتى رؤساء الأحزاب الجزائرية لم يطالبوا بتهديئة الوضع من طرف الجالية أو الفرنسيين الذين هم من أصول جزائرية وهو ما دفع مجموعة من المؤسسات الإعلامية الفرنسية اليوم التي تحدث عن أن هناك مؤامرة حتى تسألوا على مستوى الفيميجين أو الشهب النارية التي تستخدم ضد أفراد الشرطة هي مكلفة من يمول ذلك لذلك أقول بأن مخابرات عبلة في مأزق وحتى الرئاسة الجزائرية شنغريحة وعبد المجيد تبون في مأزق أيضا استغلال مثل هذه المسيرات وهذا الوضع للنيل من فرنسا التي ربما قالت لا لنظام العسكر في شيء ما وتم بناء عليها تأجيل زيارة تبون صدقوني لا النخبة السياسية اليسارية ولا اليمينية ولا الوسط ولا اليمين المتطرف ولا الإليزي ولا البرلمان الفرنسي ولا أي مؤسسة سياسية كانت أم اقتصادية وحتى أعلامية ستنسى ذلك لأنه كان هناك بالإمكان أن يتم تهديئة الوضع من طرف السلطات الجزائرية أو إرسال رسائل إيجابية طبعا مع حق الحفاظ على حقوق نائل غير منقوصة ومعاقبة ذلك الفرد الذي أطلقت تلك الرصاصة والتي أدت إلى مقتل هذا الفتاة البريد لكن وكأن بهم أرادوا إرسال رسالة لفرنسا بأن ورقة المهاجرين يمكن أن نحركها ونلعب بها كما نشاء وقد تكون مدمرة وسبقت الأحداث التي تحدث اليوم في فرنسا هل هو صدفة أم غير ذلك هي المرسوم الرئاسي الذي أدى لتغيير النشيد اليوم صدقوني بأن الكلمة أقولها دائما أقوى من الرصاص هو ذات النظام الجزائري الذي زال تلك الأبيات الشعرية بما معناه فرنسا قد انتهى وقت العتاب وجاء وقت الحساب فانتظري إلى أغير ذلك من الكلمات التي تمت إضافتها بمرسوم الرئاسي إلى النشيد الوطني الجزائري النظام الجزائري الذي يفتقد للدول الماسي يحسب نفسه بأنه هنا يعطي ربما تهديد معنوي للنظام الفرنسي ولبعض المؤسسات داخل فرنسا بأنه سيحيي تلك النعرة التي تبحث عن العقاب وليس العتاب من طرف الجزائريين بالإضافة لبعض التصريحات التي وردت في مقابلات إعلامية لعبد المجيد تبون والتي قال إحنا إلا بدينا من ساليوش وإحنا نعرفه البارود ودوزنا الحرب إلى غير ذلك هذه كلها أمور النظام الجزائري لا يعلم بأن كلمة حرف جملة خطاب بيت شعري قد تستقبله أجيال لا يمكن أن تضع تلك التصرفات في السياق الذي وضع فيه النظام الجزائري تلك القرارات فتضعها في سياقات أخرى فيها حقد وكره لكل ما اسمه فرنسي وإن كان ذلك الفتى يحيي على التراب الفرنسي ويتقاضى الشوماج دياله من فرنسا ويدهب ليتعالج في مستشفيات ومراكز صحية فرنسية ويدرس بذات المدرسة التي هشم أبوابها وأسوارها إبان تلك الانتفاضة أو هذه الحركة أو هذه المسيرات التي تعيشها فرنسا هنا نقول بأن هناك دائما وأبدا مسؤولية أنظمة حين خرجت المملكة المغربية وتركيا والإمارات العربية وغيرها من الدول لتوجه رسائل شديدة لهجة للنظام السويدي توجهت للسويد لم تتوجه لذلك النكر الإمع الذي حرق المصحف الشريف لأن النظام هو من يرسم السياسات وهو من يطبق القوانين وهو من يراعي العلاقات حتى مع الجوار مع فئة معينة مع كوكب آخر مع قارة أخرى قل ما تشاء النظام دائما ما تكون لديه المسؤولية السياسية والمسؤولية الأخلاقية عن تريات النظام الجزائري اليوم اجتهادات مخابرات عبلة اندفع شنغريحة وآخرون في النخبة والتخمة العسكرية الحاكمة في الجزائر صدقوني بطريقة أو بأخرى أشعلت فتيل الأزمة لا أقول بأن كان مقتل نائل سيمر مر الكرام ولا أقول بأن المهاجرين والأفارقة والمحقورين حتى بسبب عنصرية بعض الفئات في فرنسا لم يكنوا ليخرج لمساندة نائل ولكن حتى والدته طالبت بمسيرة صامتة وجدته كذلك لكن ما تم تطويره من عنف وعنف مضاد غير بريء غير بريء وستستكين فرنسا وتفق من صدمتها وصدقوني أنتم تعلمون بأن لديهم القدرة على التحقيق وعلى التعرف على من كان ربما سببا في إشعال هذه الأزمة هذه الأزمة التي في الختام كما هي لم تعد بالنفع على فرنسا في موسم سياحي أو في صورة نمطية تكرس اليوم الإعلام الغربي يقذف فرنسا بأنها فيها العنصرية مؤسساتية وفيها مظاهر العنصرية تتكرر من عقد لآخر وبأنها لا تتعلم الدرس مع اختلاف النخبة الحاكمة وما حدث في 2005 يتكرر في 2017 وهو يتكرر في 2023 وهذا التيار الجارف الذي فيه الكثير من الحقد على المهاجرين لازال مستمرا وقد يكون في أماكن مهمة في السلطة إلى غير ذلك صحيح لم تتعلم من أخطائها ولكن في نفس الوقت لا يوجد هناك محاولة جدية من كثر قلنا الدولة لا تساعد للإدماج ولكن هناك من لا يريد الإدماج هذا أمر واقع لا يحاول أن يندمش في المجتمع هذه نقولها بكل صدق وكل مسؤولية لا نحا بأحد قلنا لكم بأنه بالفعل هناك مشكلة في العنصرية ومن منا لم يعاني منها للون بشرته أو للهجته أو للكنته أو عدم إتقانه للغة الفرنسية أو غير ذلك ولكن هناك مسؤوليات تلقى على عاتق آخرين الداخل أن اليوم تستفيد من حقوق وعليك بعض الواجبات ولكنك لا تقوم بها واليوم يتم استغلال مناسبة فيها مقتل شاب طفل صغير للانتقام من أمور كثيرة جدا داخل الدولة الفرنسية ومنها تلك الأعمال التخريبية التي لا تمتوا بصلة لا للاحتجاج ولا الاعتراض ولقد شاهدنا دعوات من كل أقطار الدنيا حتى مهاجرين من أصول مغاربية يؤدون فريضة الحج ويسجلون في ذات ويقولون لكم يا شباب عودوا لأنه اليوم قد تكون نقلة نوعية في القوانين التي تتعامل مع المهاجرين وأنت إن خرجت ربما ولديك الأوراق الثبتية والجنسية الفرنسية صدقني إن لم تعاقب فأنت ستساهم في تغيير القوانين التي ستعاقب أشقائك القادمون من دول للأسف تعاني كالجزائر وتونس وغيرها ويريدون الهجرة والإقامة في فرنسا أو في أوروبا بطريقة أو بأخرى ستؤزم الوضع لذلك الأمور لن تنتهي عند توقف المسيرات وكما قيل في فيلم أثنى قال لشقيقه قل له إيدر لن يعود ونائل لن يعود لحضن أمه الذي اشتاقت إلى جتين واشتاقت إلى كلمات كان يتلفظ بها ابنها لن يعود ولكنك ستؤزم الوضع بما تقوم به من أعمال لن تحتل فرنسا مهما بلغت من القوة وسيعود الهدوء ولكن الغوانين ستتغير طريقة التعامل ستتغير وفئة عريضة تتغذى على مثل هذه الأفعال لكي تزيد في خطاب العنصرية للأسفية التي ستكون مستفيدة تحياتي للجميع عذرا على الإطالة والله يرحمنا المرة أخرى إلى اللقاء